يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة لحماية الاجتماعية في مصر المبادرة انطلقت في 16 محافظة من بينها محافظة سهاج التي شهدت توزيع كاراتين للمواد الغذائية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصلت فعاليات مبادرة كتف في كتف على مستوى محافظات الجمهورية واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك انطلقت في محافظة سهاج فعاليات مبادرة كتف في كتف ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي كأكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر احنا في محافظة سهاج بنتشارك أكثر من ألف متطوع متواجدين على مستوى المحافظة بيساعدوا وبيدعموا في تعبئة الكرتين لاحتفالية ولمبادرة هي أكبر مبادرة في الحماية المجتمعية على مستوى مصر وعلى مستوى العالم احنا شغالين على مستهدف ما يقارب عن 3 مليون جنيه في حملة رمضان بس بتخش في خدمات كتيرة عرائز تجهيز وصلاة مية تزديد ديون ان شاء الله الكرتين دي هتتوزع في حملة رمضان للأسر الأكتر استحقاقا شكرا جدا حملة كتف في كتف وشكرا جدا التحالف الوطني شكرا جدا صنع الحياس وهك وشملت الفاعليات تعبئة كرتين للمواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها بالاضافة إلى عدة فاعليات أخرى بغرض رسم البهجة والسرور على وجوه الأسر في المحافظة دي حاجة عظيمة جدا بيعملها التحالف الوطني هنا في سواجه وفي كل المحافظات وان شاء الله يعني مصر دايما بخير يرد محتوية الكرتونة تكفي لخمس أفراد كل كرتونة فيها اتنين كيلورز اتنين سكر واحد مكارونا واجزاز زيت واثنين ملح واثنين جبنة واحد صلصة احنا بنجد من الأسر دي طبعا بعد ما احنا بنكون نزلنا للأسر دي وأكدنا بنستحققها عن طريق فريق البحث سلمنا تلات تلاف كرتونة ان شاء الله هتتوزع للأسر والمستحقة الأسر دي بإذن الله بننزل الأول ونعمل لها بحث ونتأكد ان هي مستحقة وبعدين بنسلمها الكرتونة ودي أعلى حاجة ممكن نقدمها للناس يعني كمساعدة مننا بسيطة نستقبل الكرتين اللي جات من القاهرة وان شاء الله وبإذن الله هيتم توزيعها للناس المستحقة والإنسان فخور جدا ان هو من التحالف الوطني وتهدف مبادرة كتف في كتف لتخفيف العب عن الأسر الأولى بالرعاية وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات